اشتركوا في القناة وترجمها للغة العربية الأستاذ سعد أردش هذه المصحية لم تقدم تقريبا في تاريخ من ساعة ما ترجمت في الستينات إلى 2017 دلوقتي لما قدمناها طول الفترة دي كانت لم تقدم حفلة تنكرية حفلة تنكرية من الحاجات المهمة جدا جدا اللي كتبها مرافية من أهم تقريبا مسرحيات لي هي مسرحية صعبة معيش مسرحية سهلة مسرحية بتتكلم عن الدكتاتورية دكتاتورية الحكم على مر تقريبا تاريخي خصوصا المصحية دي كانت في عهد موسوليني في إيطاليا فكتلاها ظروف المصحية مهمة أنها بتقدم دلوقتي هي مصحية أخرج شام جمعة بيقدمها مصرح الحديث في مصرح الدولة عدنا حوالي سنة بنعمل بروفات كان فيه شوية تعصر كده نتيجة ظروف افتتاح مصرح السلام قل الضر عرض توقفات أحيانا لظروف ممثلين كانت كانت متعسرة شوية بس ده طبيعة المصرح في مصر يعني لأنه في عندنا مشاكل كتير يعني في المصر لغلطة من الحمد لله تعرضت حققت النجاح المطلوب طبعا كنت أتمنى أن يبقى فيه نجاح أكثر من كلا بكتير جدا بس طبعا لقلة الدعاية يمكن شوية للجهاز التسويق في الهيئة ما تفعلش بشكل كويس يمكن ده أسر شوية احنا برضو توقفنا كذا مرة في خلال الشهرين اللي فاتوا جي علينا المصرح قومي المصرح فتوقفنا جي بعد كده المصرح التجريبي فتوقفنا فالتوقفات دي برضو ممكن بتأسر شوية على على السمرارية العرض اشتركوا في القناة